هاجم أفراد التنظيمات الإرهابية التكفيرية بالأسلحة الرشاشة مظاهرات شعبية حاشدة خرج فيها المئات من أهالي الأحياء الشرقية لمدينة حلب لمطالبتهم بالمغادرة أو السماح للمدنيين بالخروج عبر الممرات الآمنة التي حددتها الحكومة السورية بالتنسيق والتعاون مع الجانب الروسي وأفاد مراسل الإخبارية في حلب باستشهاد عشرات الأشخاص وجرح آخرين نتيجة أطلاق الإرهابيين النار على المئات من الأهالي وتشهد الأحياء الشرقية من حلب منذ حوالي أسبوع حالة من الاحتقان الشعبي ضد وجود الإرهابيين فيها إلى ذلك أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغار كوناشينكوف بأن الإرهابيين أطلقوا النار على المدنيين الذين خرجوا للمشاركة في مظاهرات ضدهم في حي الحيدرية بمدينة حلب ما أدى إلى استشهاد سبعة عشر شخصا بينهم أطفال إضافة إلى إصابة أكثر من أربعين آخرين بجروح كما أقدم الإرهابيون على اختطاف نحو عشرة رجال ونقلوهم إلى مكان مجهول حيث قاموا بقتلهم لاحقا وتظاهر المئات في حي الصخور بحلب حيث حاولوا اختراق الحصار والوصول إلى المناطق الآمنة